اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين جمال وجلبرتو خلينا نبدأ بالتشكيل سموحة وكيف ألعب سموحة وكل ما يخص سموحة طيب طبعاً سموحة غير مديره الفني كان موجود معهم كابتن أحمد سامي قبل ما يرحل كابتن أحمد سامي ويروح لسراميكا تليباترا ومتواجد معهم دلوقتي كابتن أحمد باسيوني لعب ست مباريات فاس في مباراة تعادل في ثلاثة وخسر مباراة وحيدة أمام بيراميدز الرن الأخير بتاعه أو آخر ثلاث مباراة كانوا الثلاث مباراة تعادل ومن الملحوظ أنه بيستقبل أهداف كتير جداً خلال المباراة اللي فاتت خلال ست مباراة اللي فاتت وده نتكلم عليه تفصلياً الأخطاء الدفاعية كمان هو بيسجل معدلات التسجيل كمان عنده مرتفعة تجاوزة الهدفين في كل مباراة من المباراة الستة إذن مما سبق أنه فرقة سموحة بتلعب جيم مفتوح معظم الوقت بتلعب جيم مفتوح ونتكلم عليه تفصلياً سواء الأخطاء الدفاعية أو طريقة الهجوم وتسجيل الأهداف لكن خلينا نروح للتشكيل عشان أستبقى معاياً وحنا نتكلم على أسامي اللعيبة يبقوا عارفين اللعيب اللي حنتكلم عليه بيلعب البوزيشن بتاعه في الملعب ونتكلم على التشكيل المتوقع عليه أي سموحة طبعاً الهاني سليمان في حراسة المرمى خط الظهر خالد عبد الفتاح في البكرايت شريف رضا في الباكليفت اتنين سنتر باكس بيتغيروا لكن اللي سابتين خلال فترة الأخيرة أحمد عبد الحاكم الصفقة اللي جتلهم في الشتاء ورجب نبيل سنتر باك ناحية اليمين اتنين لعيبة في وسط الملعب مركز ستة حمدي علاء لعب الزمالك السابق ومحمد كناريا لعيب مركز تمانية وهنقف كتير بقى على لعيب مركز عشرة اللي هو حسين فصل لأنه هو على الورق وستاتيك بيقى موجود مركز عشرة لكنه ما بيلعبش لأنه بيعمل سويتشات كتير ونقول مين الكيب بلاير بتاع سموحة في المباريات الستة مع عبد الحميد باسيوني مهم جداً نتكلم عليه اللي هو اللعيب آخر اللعيب أنا أحطه في التشكيلة هنا عبد الكبير الوادي اللعيب مهم جداً متقلق خلال الفترة اللي فاتت أو حتى في الفترة بتاعة الكابتن أحمد دا سامي مروان حمدي هدف الفرق بعشر أهداف دوري واحد منها هدفين الدوري اللي بنافس على قائمة هدف الدوري الموسم الحالي والكيب بلاير بتاعهم في المباريات التلاتة الأخيرة صديق أجولة وهنقول هو ليه الكيب بلاير رغم أن مروان معدله التهديفي أعلى رغم أن عبد الكبير الوادي معدله التهديفي أعلى هنقول ليه أن اللعيب اللي محطوط على الورق في الجناح اليمين هو الكيب بلاير لما نجي نتكلم ونشرح ليه صديق أجولة هو الكيب بلاير صديق أجولة لو السكرين جايباني هنا اللعيب اللي في الجناح اليمين هو ما بيلعبش في الجناح اليمين صديق أجولة هو اللعيب المتحرك اللي بيعمل سويتشات وبيعمل تجميع اللعب دايماً مع حسين فيصل اللعيب اللي في مركز عشرة دايماً بيعمل السويتش ده وحسين بيروح نحيط اليمين يبتري يدخل صديق وجولة ويعمل تجميع اللعب مع عبد الكبير الوادي اللعيبي اللي في الجناح الايسر ويبتري تجميع اللعب ده لما نشرح الطريقة اللي بيسجل بيها سموحة هنجيب كرة تبكى لي اللي احنا بنشرحه دلوقتي ده وده اللي بيسجل منه سموحة خلال الفترة اللي فاتت نمشي باية طيب نمشي هنا ده اللعيب صديق ده اللعيب نمشي الفريم اللي بعده بصنا كابتن صديق جولة ده المفروض على الورق كابتن هحمد بصينه بحطه جناح يمين ناحية اليمين صديق جولة مستحيل تلاقيه في حتة واحدة في المرعب فبعض الكرات هنجيبه دلوقتي وبيلعب جناح يمين فبعض الكرات هتلاقيه بيدخل جوه كمهاجم ومرعون حمدي بنزل تحت عشان يسحب معه جبل الفريم اللي بعده بحط الكرة لعبد الكبير الوادي اللي هو الجناح الايصر عشان كنا قولنا بيجي من ناحية الجناح اليمين ويروح واللي بيفتح الملعب مرعون حمدي وحسين فصل التحرك بتاع عبد الكبير الوادي جيب لي الفريم بص بقى هنا هيخش صديق جولة هيخش جولة تمنتاشر يشتغل كمهاجم تاني رغم ان هو جناح يمين وجاي هنا بيشتغل مركز عشرة وعمل تجمعات اللعبة مع اللعيب ناحية الشمال لما كرة تتلاقيه عبد الكبير الوادي بص التحرك بدون كرة عشان كنا انا قلت هو الكي بلاير طبعا يا واقفة غلط للمعبد الحمدي طبعا طبعا الاربع لعيب وقفين والشنف ووش بعض اربع لعيب انا وفي تلات لعيبة كمان هناك لكن هو دي طريقته دي طريقة صديق جولة من فترة كابتل احمد سامي التحركات الكتير جدا لكن وصل لمساحة من الهربوني مع عبد الكبير الوادي تحديد نمو روان حمدي ان هنا خد المساحة دخل الراجل استلم طبعا دي بقى النقطة اللي بتكلم عليك كابتل اسلام الواقفة الغلط لكن هو خد بوزيشن صح هم اه واقفين غلط لكن خد بوزيشن صح ده اللي سمح له انه عنده كل ده انه يحطوا الكرة هينزل حطاها على يمين الحارس بل اضافة الكلام جيمي فكرة التمركزات بتاعتهم هجوما نولي احنا نقول ارقامهم وموجوميا بيجيبوا اهداف كتير ودفعيا ابيض تعملوا هدافة لكن هنتكلم عن الجانب الهجومي يعني دلوقتي ده الجانب الهجومي لهين التمركزات بتاعتهم نعم شوفنا يعني ارقام طبعا مراوان هنتطرق لارقام مراوان وعبد الكبير لواني تحديدا بمنهم هدفين الفرقة وعبد الكبير كمان ده افضل صنع علعاب يعتبر في الدوري حاليا كراجل عدد الاسيست بتاعته ولكن مراوان حمدي من اللعيبة اللي بتتواجد في الحتة التمنتاشر دي عطول كل محاولاته وكل اهداف وكل حاجة من جوه باستثناء هدف وعيد كان جابه من فاول فالنهارده الحتة اللي بيتكلم عليها جيمي دي مهمة جدا ان لعابة النادي الاهلي ومدفعين الاهلي يركزوا فيها ان هما الاربعة دول بيتحركوا بشكل يعني اه ممكن تمركزاتهم على الورقة تبقى حاجة لكن هما بيعملوا سويتشات كتير جدا وده اللي بيسهل ان هما يسجلوا اهداف فان شاء الله مدفعيننا يكونوا حضرين للمواقف الازادي مبقاش فيه تمركزات سيئة عشان ما نديهمش الفرصة ان هما يسجلوا رجع لي معاليش الفريم تاني رجع لي فريم بتاع الحالة التانية دي ايوة مين اللي بيبدأ الهجمة هنا صديقه جولة بيبدأها منين بيبدأها من الجناح اليمين ده اللي احنا قلناه بعض الهجمات هتلاقي بيبدأ اللعبة من ناحية اليمين اللي هو الاساسي بتاعه بعض الهجمات هتلاقي بيتمركز في مركز صناعة اللعب علشان يسند على عبد الكبير الوادي ويخش يكمل مكان مروان حمدي اللي بيبقى ساحب وعمل بتاع الخط الدفاعي بيروح هو على الهاي بوست او الزاوية البعيدة ويبتري التاني هو يشتغل على القريب لي عبد الكبير الوادي هنا التحركات اللي كنا بنتكلم عليها معلش وقف لي هنا الفريم عشان نشرح هنا دي اللي كنا بنشرحه ده حد واحد يمين واحد شمال واحد راس حرب حسين فصل اللي هو على الورق وبيحطه وهو واقفين الفرقة بتاعهم وهم واقفين بتلاقي حسين فصل واقف بداية المباراة بلاي ميكا واقف تحت تحت مروان هتلاقي دايما بيفتح في اليمين المحرك بتاع اللعب الكي بلاير بتاعهم هو صديق جول تحركات كتير جدا طول الوقت راجل نازل بيستلم من تحت من ناحية اليمين بيستند على حسين فصل كمل الفريم اللي بعد اللي مكمل مروان اللي على هاي بوست عبد الكبير الوادي دخل خش الفريم اللي بعده دي مباراة الجيش الأخيرة بالمناسبة اللي تحسب تراكل الجزاء الكرة دي تحسب تراكل الجزاء الكرة دي سيناريو تاني وشكل تاني لتحركات صديق جولة وتحركات الخط الهجومي الرباع الهجومي سواء بنتكلم على مروان حمدي صديق جولة حسين فصل وعبد الكبير الوادي طيب حتى معلش حتى اللي انت قلت علي مروان حمدي لما بيكسر او يبعد ياخد يعمل السوتشات او يعمل حركة اللي بتاعتنا يشد المدافعين معاه فيه اهداف كتير للمروان حمدي عبارة عن متابعات متابعات ليه المروان حمدي لانه الراجل بيبقى واقف في مكان كويس ومفضي الدنيا وكرة بتقع من ايدي الحارس مثلا او بتترد من الحارس او لو داع تنزل على طول هو يقوم سندها في الجون فدي برضه من الحاجات المميزة لعند مروان حمدي رغم ان هو تعرض لنقضي الى حد ما في فترة وجوده مع منتخب مصر ولكنه في الدوري هو عارف لحد دلوقتي ازاي يقدر انه يبقى واحد من ضمن الهدفين وكمان الوقتي في المركز التاني يعني حالف احمد سيد زيزي 12 وهو عشرة تاني هدف الدوري فده لعيب خطر ان انت لازم تركز عليه وعلى تحركاته نروح بقى ليه تاني الخطور بتيجي من سموحة فين وبيشتغل عليها ازاي الكرات السبت فرقة سموحة فيها حاجة غريبة جدا فرقة مميزة جدا جدا على صعيد السيد بيس او الكرات السبتة في الحالة الهجومية عندهم مشاكل كتير جدا في الكرات السبتة في الحالة الدفاعية نفس الميزة اللي موجودة هجوميا هي اكبر عيب عندهم في السيد بيس او الكرات السبتة نبص هنا فيه كام لعيب عامل الزيادة دي في مباراة استن لكن مش اخد ديه مصطرة مش اقول ان هو ده تم اللعيبة موجودين جوه الثمانتاشر دايما هم بيعملوا الاوبرلود يعني الزيادة العددية كلهم بيقوم تجمعين في سمول ايريا في مساحة صغيرة رجع تاني معلش رجع الفريم اللي قبله رجع الفريم الايوة في سمول ايريا بعدين يحصل التحركات ده الشكل الطبيعي اللي بيعملوا سموحة لكن في المباراة دي كان سموحة متأخر وديها سبعة وتسعين والكرة بتتعامل فطلع التامة اللعيبة يعني ده مش الشكل الاتية دي هم بيعملوا الاوبرلود بخمس او ست لاعبين كمان الهاني سليمان كان عامل الزيادة اشكرك انه انه عملتل عليها هايلايتين هاني سليمان كان عامل الزيادة فالفرقة كلها طلع لندية سبعة وتسعين خلاص التلات نقط بيروحوا وكانوا بيحاولوا انهم يستعيدوا عبدالقادر دي ده حتى اللي هيسجل الهدف العبرة خمس سبعة كرة لما يكمل الفريم اللي بعده هتلاقي ان العبرة خمس سبعة مفيش هم جايدين جدا في الحالة الهجومية لكن هنا كانوا اعملوا بتماني هم في العادي بيطلعوا بخمسة بس وبتروا يعملوا الكروسس بعد كده فهم هم ميزين جدا في الحالة الهجومية الراجل طبعا هنا فيه اخطاء كتير من اسن كامباني وبفيش ماسك والراجل طالع لوحده لكن في المعتاد هم بيسجلوا كتير من الكرات السبتة ونركز في الكرات السبتة على مروان حمدي راجب نبيل احمل عبدالحكم الاتنين السنتر باكس والمهاجم دول اهم تلات لعيبة بيجيدوا لعب في الكرات الرأسية الكرات السبتة الهجومية نيجي نبص هنا واحدة كمان كرة متكررة احنا قولنا في الحالات العادية خمس لست لعبين هنا بنتكلم على ست لعبين من سموحة وقفين وبالمناسبة فريقة الجيش من فريقة المنظمة جدا ومع ذلك ده بيبقى يقول لك ان فريقة سموحة بيتسجل من الكرات السبتة الهجومية بشكل متكرر ومتتالي حتى لو كان خط الدفاع اللي قدامهم خط الدفاع منظم زي طلاعي الجيش مع كبتن طلاعي العشري معلش الفريم اللي بعده ده الفريم الاولاني اللي بعديها حتى رغم انهم عددهم قليل جوة 18 رغم انه التوزيعة بتاعي العيب سموحة كلها راحة على هاي بوست لان الراجل طلع خدها راجب نبيل طلع خد عمل التكوف وقطع على القريبة وخد الكرة رغم ان كل العيب مروان ورحسن فيصل واحمل عبد الحاكم وعبد الكبير الوادي كلهم راحين على هاي بوست لان الكرة معمولة طويلة على العرضة البعيدة لكن هو دخل قطع وخد عرض القريبة لحد ما فاضين ادي هنا اتنين فاضين اهو لان هما كلهم راحوا لرجاء بنبيل راحوا لاتجاه الكرة ما راحوش ليه اتجاه المسكة او الماركينج فدي واحد تاني اهم ميزة عند فرقة سموحة في الست بيس دايما اللي بنيتكلم عليها فريق هو بيشتغل في الكرات المتحركة الست بلاي ازاي وبيشتغل في الست بيس او الكرات السابت ازاي اوبرلود بخمس لعيبة يعني بيتواجد بخمس او ست لعبين في مساحة دقيقة جدا بعدين بيبقوا متمرنين على تحركات محددة لكل لعيب منهم سوقها على هاي بوست او نير بوست العرضة القريبة والعرضة البعيدة ويبتروا يشتغلوا بعد كده بالكراسز دي كرات السابتة نروح بقى ليه عيوب او الاخطاء اللي في بناء الهجم او الاخطاء الدفاعية اللي عند فضل اي عم فرقة سموحة برضو ماشية ازاي لو استعرضنا الجدول ان ارقام سموحة في الموسم ده هما لعبوا فرقة لعبة 22 مباراة في المركز الخامس ويعني من الفرقة اللي بتنافس ناتي وموجودة في المربع الزهبي فرقة لعبة 22 مباراة سجل 33 هدف معدل جايد جدا من الاهداف كرقم ان هما سجلوه لكن استقبلوا 28 هدف وده برضو بيدينا ازاي هما عندهم مشاكل دفاعية الكلين شيت اللي عملوه 8 مباراة من 22 نسبة الاكس جي بتاعهم اللي هي الاهداف المتوقعة 42 هما جابوا منها 33 فبرضو بيدينا ان هما ازاي بيخلقوا فرص فرقة هجوميا قوية زي ما شرحنا وزي ما جيمي برضو استعرض في بعض الحالات بدقة محاولتهم على المارة نتكلم في 34 في المية وتمراتهم 76 في المية نستعرض ارقام برضو او فيه خريطة اللي هي بتورينا ازاي التوزيعة الاهداف بتاعتهم 33 الفترة اكتر فترات هما بيسجلوا فيها اللي هي تقريبا الربع الاخير من الشوط الاول واخر ربع من المباراة دي من الاوقات المميزة جدا ليهم تهدي فيها فبرضو ناخد بالنا في التوزيات دي لانا اعتقد الاهلي عنده مشكلة في الربع ساعة الاولى اللي بتقى تحديدا في الشوط التاني واخر الشوط الاول فنركز فيها جدا برضو ممكن اخيرا نستعرض ارقام لعب مهم جدا واحد زي عبد الكبير الوادي اتكلمنا من واحد من افضل صناع اللعب اللي موجودين في الدوري لعب 19 مباراة سجل 6 اهداف خلق لفريقه 38 فرصة نتكلم من 38 فرصة دول فيهم 30 تمريرة مفتحية اللي نسميها الكي باس ومنهم 8 اسست لزملائه تمانية اسست دول تقريبا يعني لو من نهاردة الماتشاط مفيش حد اعداء اعتقد هو افضل لاعب عمل عدد من صناعة الاهداف الدوري فمهم جدا نركز معاه بيجيد التصويب من الخارج بشكل مميز جدا سواء وهو سابت او هو متحرك يرقص ويشوت فكل الحاجات دي دي بتبقى ان فرقة سموحها هجوميا فريقيا ولكن عندهم مشاكل دفاعي نتكلم فيها دلوقتي ان شاء الله هي دي اللي نستغلها خلال مباراة نتكلم لو كلمنا عن اخطاء الدفاعية عندهم خطئين مهمين جدا انكلمنا من دقيقتين بالضبط قلنا انه اكبر ميزة عندهم في الكراط السابتة بالتواجب بعدد كبير وبعدين لتحرك بشكل منظم للتسجيل من الكراط السابتة الهجومية وده في خطورة كبيرة جدا يعني لما تيجي تبص على الفريم ده في مباراة إستر مشكلة وأزمة كبيرة جدا جدا في بناء الهجمة شكل غريب جدا إن أنا بطلع بطلع بلاعب واحد طبيعي بناء الهجمة بعندي الاثنين سنتر باكس وقفين عشان أبتري أشتغل وبعدين ببتري أشتغل على الاثنين وينج باكس أو الباكين الطرفة بتري أشتغل عليهم بشكل ما الراجل هنا مرحل أحمد رمضان بيكان مرحل طالع فوق قوي المفروض أنه هو السنتر باك التاني اللي كان بيلعب في المباراة دي جنب رجب نبيل لكن الرجب هو اللي طالع بيسند على حمدي علاء الكرة بتطقطع من أحمد حمص عفواً الكرة بتطقطع وهنا نبص هنا وقف هنا الفريم ده منظر غريب جدا وحالة سازجة جدا من خطة فحص محاوب بالمناسبة هتتكرر مرة واثنين وثلاثة مش بس في مباراة إستر لقى في مباراة الجيش وكمان في مباراة أمبيو بيراميدز المباراة الوحيدة اللي اخسرها هنا بالكلم على أربعة على واحد وانا بعمل بلدب مش هجمة مرتدة وخلينا نوقف ك كمان على حاجة مهمة جدا أنه اللعيب ده الاثنين اللعبية دول هم بره كورة بيعمل الباص هو تاني نقطة مهمة هنا أنا مش بتكلم على فرعة متأخرة وفي ديقة سبعة وتسعين زي ما كنا بنشرح الكورة بتاع الركنية بتتكلم على مباراة في شوتها الأول الوقفة الدفاعية دي وقفة في الشوت الأول ولسه معي متسع ولسه معي وقت يعني ما فيش اندفاع هجومي غير مبرر إن أنا أوصف الحالة دي فدي حالة اتكررت مرة واثنين في نفس المباراة في بداية الشوت التاني هتتكرر تاني هتتكرر بنفس الشكل من فرقة أسترن كامباني وهيسجله منها الهدف التاني معلش ماشي لي بقى الفريم لحد ما الكورة دي هتروح ويتسجل منها الهدف الأول عن طريق أحمد أمين أفا ماشي الكورة الانطلاق الاثنين وقفين فتحين محدش رايح مع المهاجم محدش عامل الماركينج بشكل جيد محدش عامل الترحيل واحد بيقابل واحد بروح يرحل الاثنين مش موجودين لحد ما الراجل بيصل إلى منطقة الجزاء وحيدا نفس الطريقة في نفس المباراة مساحات كبيرة جدا في الخط الخلفي أربع لعيبة وقفين محدش ماسك محدش عامل الماركينج ولا الترحيل بشكل جيد الراجل بيدخل يعمل فراس منعفية بيدخل بيحط الكورة بالعرض لعيب مش ممسوك برضو معليش وقفل هنا وعليه بس هنا الراجل داخل فوسط ثلاثة داخل فوسط ثلاثة لوحده فلا فيه مين للمان متمسك بشكل جيد لا الماركينج موجود لا قفل موجود اللي بعده سريع احنا في الماتش الدور الأولاني احنا استغلنا الحتة دي برضو بشكل كويس شط الأولاني قدرنا نسجل مبكرا وخدنا دراسة للجزاء بنفس الطريقة بنفس الطريقة الأهلي سجل في مباراة الذهاب أربع أربع أهداف أربع الواحد بنفس الطريقة استغلال المساحات بطء الارتداد الريباوند من الحالة الهجومية للحالة الدفعية بتاعت راجب نبيل واحمد عبد الحاكم وكان أحمد رمضان بي كان فيه مباراة الدور الأول كمان الكرات السابتة بقى زاد عليها بعد رحيل أحمد سامي زاد على فرقة سموحة الكرات السابتة آه هم بيسجلوا لذالوا بيسجلوا عدد كبير من الهداف ومعدلاتهم عالية لكن المعدلات استقبالوا من الهداف ودي الكرة اللي كنا بنتكلم عليها كان بيتكلم عليها أيما لو نمشي اللعبة أسرع دي بداية من ديانج أفشا ناسدين بيسترموا من تحت هنشوف الكرة لما توصل وسط ملعب سموحة كام زاوية للتمرير متاحة كام سبيس متاحة إن اللعبة تشتغل فيها تماركوزات سيئة جدا من وسط الملعب تماركوزات سيئة جدا من خط الدفاع ماشي اللي بعدها شوف الفريم لما الكرة توصل للتلت الأخير من فرقة سموحة هنا الراجل السترايك الرايح لوحده الراجل بيرسي تاو موجود في الناحية اليمين لوحده ماشي كمان الفريم اللي بعده رجع بيرسي تاو دخل انسايد برضو لازارت لعبة النادي الأهلي مش ممسكين رغم أن عدد لعب تسموحة أكتب تمركوزات سيئة بدون مسك بدون الترحيل عشان أقفل الزواية التمرير على لعبة النادي الأهلي اللي بعده تاني الفريم اللي بعده ست لعيبة ست لعيبة واقفين في الخط الخلفي قدامهم اتنين بستارة كلهم مش ممسكين ست لعيبة واقفين في الخط الخلف ده بيقولك بص هنا الاسبيس ما بين الراجل الديفندر اللي نزل تحت وما بين الراجل الباكلفتة عاملة ازاي اللي بعده الراجل نازل بيستلم بكل أريحية تلات لعيبة واقفين مش ممسكين تلات لعيبة واقفين مش ممسكين الخط الخلفي كله واقف مش ممسك نفس الأخطاء اللي كانت موجودة الأخطاء الدفاعية اللي كانت موجودة مع كابتل أحمد سامي موجودة مع كابتل عبد الحميد باسيون يزاد عليها كمان الأخطاء في كرات السابتة ده بيقولك أنها أخطاء أفراد أكتر منها أخطاء سيستم لأن السيستم نفسه ضاير ما بين كابتل أحمد سامي وكابتل عبد الحميد باسيون